فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة نهاية الأسبوع الفائت لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف قالت المصلحة الولائية إنه يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة وأوضح بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أن مصالح الأمن بالمدينة تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذياعية خاصة يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن وشددت ولاية الأمن على أن هذا الاتصال الهاتفي تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية وفتحت بشأنه بحثاً قضائياً بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة غير أن الأبحاث المنجزة بحسب المصدر نفسه وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أظهرت أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان ولم يراجع أي مصلحة أمنية وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة بحسب المصدر نفسه مكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة حيث يجري حالياً إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانوناً والقصة بدأت حينما تلقى المناشط محمد بوسفيحة الملقب بمومو وأحد مستمعي برنامجه على إذاعة خاصة اتصال من أحد الأشخاص لينقطع فجأة صوت المتصل وسماع صوت الركض والصراخ وسماع عبارة آيفون وهو ما فسره مومو بحدوث سرقة على المباشر وبعد دقائق معدودة عاود ضحية السرقة المفبركة الاتصال بالبرنامج مؤكداً أنه فعلاً تمت سرقة هاتفه بمنطقة ولاد زيان من قبل للصين وسط تغيير ملامح مومو ومرافقيه في البرنامج المذكور التي تعبر عن الصدمة والذهول من واقعة السرقة المفترضة ترجمة نانسي قنقر